اشتركوا في القناة نستكمل شرح عمدة الفقه وكنا قد وصلنا إلى باب ولاية النكاح نستمع أولاً لعبارة المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله باب ولاية النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن على ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب في الأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب في الأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبياً أو زائل العقل أو مخالفاً لدينها أو عاضلاً لها أو غائباً غيبة بعيدة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطاناً أو سيد أمه نعم قبل أن نبدأ إن شاء الله سنستكمل ما هو موجود عندكم في المذكرة اليوم وسيوزع في آخر الدرس ستوزع بقية المذكرة إن شاء الله وهي جاهزة عند الإخوة سيوزعونها في آخر الدرس بإذن الله طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال باب ولاية النكاح أشار المصنف لأحد شروط صحة النكاح وشروط صحة النكاح أربعة والشروط غير الأركان نحن ذكرنا في درس الأمس أن أركان النكاح كم؟ أربعة من يذكرنا بها؟ نعم الزوجان الخالية من الموانع والإجابة والقبوة والأحسن الآن ننتقل لشروط شروط صحة النكاح إذا خل النكاح من واحدة من هذه الشروط لم يصح أشار المصنف إلى أحد هذه الشروط وهو الولاية نحن سنذكر هذه الأربعة الأول تعيين الزوجين هذا لم يذكره المصنف نضيفه تعيين الزوجين فلابد أن يكون الزوج معينا والزوجة معينة وعلى هذا فلا يصح أن يقول الولي للزوج زوجتك إحدى بناتي هذا لا يصح أو زوجتك بنتي ولا يعلم من هي هذه البنت لا بد من تعيينها لا بد أن يقول زوجتك بنتي فلانة وهذا الشرط مجمع عليه الشرط الثاني الرضا أما الرضا من الزوج فمجمع عليه وأما الزوجة فإذا كانت ثيبا فمجمع عليه أيضا إذا كانت بكرا أو صغيرة هذا محل خلاف سيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى الشرط الثالث هو الشرط الذي أشار إليه المصنف رحيمه الله بقوله لا نكاح إلا بولي الشرط الثالث الولي للمرأة وهذا الشرط اشترطه جماهير الفقهة من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قبل ذلك استدلوا بقول الله تعالى بقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم من يستنبط لنا وجه دلالة الآية على اشتراط الولي نعم أي نعم حسنت يعني الخطاب في قول الله ولا تنكح المشركين الخطاب لمن للأولياء الخطاب للأولياء وهذا يدل على أن النكاح لا يصح إلا بولي وأيضا استدلل أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلولا أن الولي هو الذي يزوجها لما توجه الخطاب إليه فالعضل ولم يكن للعضل معنا حينئذ لو كانت المرة هي التي تزوج نفسها فليس للعضل معنا والله تعالى هنا يقول الأولياء فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فهذه الآيات تدل على اشتراط الولي وأما من السنة فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 رواه أحمد وأبو داود وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وهذه الأحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا بل إن حديث عائشة لا نكاح إلا بولي من بعض طرقه سنده صحيح وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح وعلى ذلك في هذا الحديث صريح الدلالة في عدم صحة النكاح بغير ولي ولأنه لو لم يشترط الولي لربما ترتب على ذلك مفاسد كبيرة فأي رجل يريد أن يزني بامرأة تقول له زوجتك نفسي يقول قبلت ثم إذا فرغا طلقه فيترتب على ذلك مفاسد كبيرة ولعل هذه هي الحكمة من اشتراط الولي وإلى هذا ذهب جماهير الفقه وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي قالوا للمرأة أن تزوج نفسها واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها وهذا الحديث الصحيحين قالوا فهذا دليل على أنها تزوج نفسها لأنها أحق بنفسها من وليها والقول الراجح هو قول الجمهور وأنه لا يصح النكاح إلا بولي وأما ما استدل به الحنفية من حديث ابن عباس الأيم أحق بنفسها فهذا الحديث إنما هو في الإذن وليس في التزويج فهي أحق بنفسها في الإذن أي أن الولي ليس له سلطة عليها في الإذن وليس هذا في العقد وإنما الولي يستأذنها وهي أحق بنفسها تصرح إما بالموافقة أو بعدم الموافقة في أحق بنفسها في الإذن وليس في العقد فالصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أن اشترار صحة الولي للنكاح ومما يدل لرجحان هذا القول أنه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعدم صحة النكاح بدون ولي ولهذا لما ساق الترمذي هذا الحديث في جامعه قال والعمل على هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه الترمذي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فالمرأة إذا لم يزوجها وليها فهذا النكاح غير صحيح ومن ذلك ما يسمى بالزواج العرفي والزواج العرفي له عدة معاني في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي أي الزواج الذي لم يوثق رسميا وهذا زواج صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه إذا كان بولي وشاهدين وإجاب وقابل زواج صحيح كونه لم يوثق رسميا هذه نواحي تنظيمية لكن في بعض البلدان يقصدون بالزواج العرفي أن المرأة تزوج نفسها من غير ولي فهذا لا يصح معه هذا النكاح قال وشاهدين من المسلمين وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح أن يشهد شاهدان من المسلمين على عقد النكاح فتكون الشروط أربعة من يعدها لنا مرة أخرى شروط صحة النكاح نعم تعين الزوجين لا ما تقرأ لا لا ما تقرأ فريد أحد يحفظها نعم تعين الزوجين رضاهما الولي وشاهدي تعين الزوجين رضاهما الولي الشاهدان هذه شروط صحة النكاح طيب الشرط الرابع شاهدان من المسلمين للحديث السابق لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبهذا اللفظ أخرجه البيهق وهذه المسلمة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول هو القول الذي قرره المؤلف أن الشاهدين شرط لصحة النكاح وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القول الثاني أن الشهادة ليست شرط لصحة النكاح وإنما هي شرط للدخول لنفي التهمة وهذا هو مذهب المالكية والشرط الثالث أنه يشترط الإشهاد أو الإعلان إما الإشهاد أو الإعلان وهذا قول عند الحنابلة اختاره الإمام بن تيمية وجمع المحاققين من أهل العلم أما القائلون بأن الشهادة شرط لصحة النكاح فستدلوا بحديث ابن عمر السابق لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقالوا إن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه أما أصحاب القول الثاني المالكية فقالوا إن الشهادة ليست شرط لصحة النكاح قالوا لأن الحديث فيه ضعف لكن الشهادة شرط للدخول لنفي التهمة إذا أراد يدخل بها اشترط أن يشهد لآجل نفي التهمة قالوا ومما يدل على أن الشهادة ليست شرط لصحة النكاح قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يذكر الشهادة وأما أصحاب القول الثالث القائلون بأنه يشترط إما الإشهاد أو الإعلان فقالوا إن مقصود الشريعة هو إعلان النكاح والحد الأدنى لإعلان النكاح موجود شاهدين فإذا وجد شاهدان أو حصل إعلانهم من غير إشهاد حصل المقصود وهذا القول الثالث هو الراجح والله أعلم أن المشترط إما الإشهاد أو الإعلان إما الإشهاد أو الإعلان فثمرة الخلاف هذه المسألة لو مثلا في المجلس زوج رجل ابنته على رجل ولم يأقل إشهد يا فلان وفلان وإنما المجلس فيه ضيوف فعلى القول الأول هنا لم يحصل الإشهاد المطلوب لا بد أن يقول إشهد لا بد أن يشهد شهادة خاصة لكن على القول الثالث يصح لأنه تم بحضور عدد من الناس وعلى القول الثاني باب أولى أنه يصح وهذا يقودنا إلى معرفة أحكام بعض الأنكحة المستحدثة ومن ذلك ما يسمى بنكاح المسيار هذا المصطلح مشهور أكثر مشتهرة في دول الخليج العربي يسمى نكاح المسيار وصفته أن الرجل يتفق مع المرأة على أن يتزوجها بولي وشاهدين ومهر لكن يتفق معها على أن تسقط حقها في المبيت ويتردد عليها من حين لآخر ويخفي هذا الزواج عن زوجته وأهلها يخفي هذا الزواج عن زوجته وأهله فما حكم هذا الزواج إذا أردنا أن نطبق الشروط الأربعة هل هي متحققة ننظر تعين الزوجين موجود رضاهما موجود الولي موجود شاهدان موجود إذا تحقت شروط النكاح وتحقت الأركان الأربعة التي ذكرناها بالأمس فهو نكاح صحيح نكاح صحيح وإن كان ليس هو الزواج المثالي ليس هو الزواج المثالي المنشود لكن ليس كل أنواع الأنكحة مثالية فبعض أنواع أن أنكح غير لائقة اجتماعيا لكنها صحيحة شرعا مثال ذلك زواجه مثلا الرجل بخادمته لو تحققت فيه الشروط بولي وشاهدين هو يعتبر صحيح شرعا أو زواج المرأة بالسائق مثلا لو تحققت الشروط بولي وشاهدين هو زواج صحيح شرعا لكنه غير لائق اجتماعيا فكونه غير لائق اجتماعيا لا يمنع من صحته وعلى ذلك فهذا الزواج الذي يسمى بالمسيار زواج صحيح من الناحية الشرعية ووجود الشاهدين هو الحد الأدنى لإعلان النكاح ولكن هنا قد أحيانا يصاحب بعض هذه الأنواع من الأنكحة يعني بعض الشروط غير الصحيحة مثل لو اشترط ألا نفقتها لها هذا الشرط شرط غير الصحيح وتجب لها النفقة لكن إذا اتفق معها على إسقاط المبيت ورضية بذلك فلا بأس وبعض الناس يعترض على هذا الزواج يقول إن فيه امتهانا للمرأة وهذا غير مسلم لأننا نشترط لصحة هذا النكاح رضى المرأة لا بد من رضاها فكيف يكون فيه امتهان لها وهي راضية بذلك وقد يقول بعض الناس إن فيه استغلال لظروف المرأة وهذا أيضا غير مسلم بل قد يكون فيه مراعاة لظروف المرأة كما لو أن مرأة مثلا عندها أطفال وتوفي زوجها وتريد أن تبقى لتربية الأطفال ورعايتهم وفي الوقت نفسه لا تمانع أن يتزوج بها رجل يتردد عليها من حين لآخر من غير أن يقسم لها لا تمانع بهذا فهذا يحقق مصلحة لها وللزوج أيضا فيه عفاف لها وللزوج فما المانع من هذا أو أن المرأة تريد أن تبقى في بيت أبويها مثلا بسبب ظروف الأبوين والزوج يتردد عليها من وقت لآخر فقد يكون هذا النوع من الأنكحة مناسبا لظروف الزوجين فإذا نقول هو من الناحية الشرعية لا بأس به وإن كان ليس هو الزواج المثالي المنشود أيضا يوجد في بعض الدول خاصة في دول أوروبا ما يسمى بنكاح الأصدقاء وهذا النوع من النكاح يتزوج الرجل المرأة يتزوج الشاب الفتاة بولي وشاهدين ومهر لكن يتفقان على أن لا يهيأ لها مسكنا ولا يكون لها ليلة وذلك لأن عندهم تكاليف المعيشة باهظة والإيجار مكلف فيريد عائلة هذا الفتاة وهذه الفتاة أن يعف أنفسهما بالحلال خاصة أن تلك البلدان بلدان مفتوحة فيقول نزوج هذا الفتاة من هذه الفتاة ويكونان كالأصدقاء تذهب معه من حين لآخر وهي زوجته لكن ليس هناك سكان مرتب ولا أيضا يبيت معها كل ليلة أيضا هذا يقال فيه ما يقال في نكاح المسيار أنه زواج صحيح لأنه مكتم الأركان والشروط وإن كان ليس هو الزواج المثالي لكنه يناسب ظروف بعض الناس في بعض البلدان أما النكاح وبنية الطلاق النكاح وبنية الطلاق أيضا إذا أردنا أن نطبق عليه الأركان والشروط هل هي متحققة الأركان متحققة الإجاب والقبول والزوجان الشروط متحققة الزوجان نعم تعين الزوجين رضاهما الولي الشاهدان لكن النكاح وبنية الطلاق فيه إشكالية أخرى وهي الخداع والغش لو لا الخداع والغش لقلنا بجوازه لأن هذه المرأة لو علمت هي أو وليها بأن هذا الزوج قد أضمر في نيته أنه سيطلقها لما قبلت به أما إذا علمت بأنه سيطلقها ورضيت بذلك فهذا هو نكاح المتعة هذا محرم كما سيأتي لكن إذا لم تعلم بذلك يكون وغاش شلها وضع نفسك أنت مكان ولي هذه المرأة يأتي رجل ويتزوج ابنتك أو أختك وقد نوى أن يطلقها بعد شهر أو شهرين فإذا تزوجها ثم طلقها بعد شهر واكتشفت بأنه قد نوى ذلك ألا تشعر بأنه قد غشك وخدعك فهذا فيه غش وخدع لو لا الغش والخدع لقلنا بجوازه فهو محرم إذن لأجل الغش والخدع هناك أنواع من الأنكحة محرمة سيأتي كلام عنها نكاح الشغار ونكاح المتعة هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل إذن هذه شروط صحة النكاح الأربعة الأسئلة إن شاء الله بعد ما ننتهي بس حتى تكون المساء المتسلسلة بعد ما ننتهي إن شاء الله قال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها لأنه هو أكمل العصبة وأشدهم شفقة على ابنته فإن الأب والأم جعل الله تعالى في قلبيهما الشفقة والرحمة والحنو على الأولاد ولذلك نجد في القرآن العظيم نجد أن الله أوصى الأولاد ببر الوالدين لكن هل نجد وصية الوالدين بصلة الأولاد أوصى الله كثيرا الأولاد ببر الوالدين لكن العكس أن الوالدين يبرون أو يصلون الأولاد هل نجد هذا في النصوص؟ لماذا؟ نعم فطرة أحسنت لأن الله جعل في فطرة البشر أن الوالدين بفطرتهما يصلان ويبران أولادهم أيضا يحنوان عليهما بل ربما يزيد هذا التعلق ولذلك نهى الله عز وجل عن أن تكون الأولاد فتنة وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فحذروهم وقال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا قد يزيد عن حدهم فيكونوا فتنة فأيضا يعني الوالدين ليس بحاجة لأن يحثى على صلة الأولاد إلا اللهم يعني البنات باعتبار ما كان موجودا في الجاهلية من يعني دفن الموؤودة ونحو ذلك لكن من حيث الأصل لا نجد يعني الوصية ببر أو سلة الأولاد كما نجد الوصية ببر الوالدين لعل هذه الحكمة في ذلك والله أعلم فأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإنعلى يعني الجد وإنعلى لأن الجد له إيلاد وتعصيب ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل يلي الجد في الولاية الابن ثم ابنه وإن نزل لأن عمر بن أبي سلم هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ولأن الابن أقرب الحواشي هو الولاية للابن أقرب من الحواشي أقرب من الحواشي الحواشي المقصود بهم الأخوة والأعمام فالابن أقرب من الحواشي يلي الابن وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها يعني يلي الابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب طيب الأخ لأم هل يلي النكاح من يجيب عن هذا السؤال نعم لماذا؟ لأنه ليس عاصباً أحسن وإنما من ذوي الأرحام وليس عاصباً انتبهوا لهذا لأن هذا يقع فيه أخطأ يعني أذكر أن هناك من سألني قال إن المأذون أتى وقال أين الولي؟ فقال ما علاقتك بهذه المرة؟ قال أنا أخوها ولم يقل أخوها من الأم فعقد له المأذون ثم تبين أنه أخوها من الأم فأفتي بتجديد عقد النكاح لأن الأخ لأم ليس له ولاية في النكاح وإنما الشقيق ثم الذي لأب طيب الأخ الشقيق لو زوج الأخ الشقيق الأصغر وليس الأكبر هل يصح؟ يصح يصح نعم لأنه متساوون أحسن لكن من المرؤة أن يقدم الأكبر المرؤة تقتضي أن يقدم الأكبر قال ثم معتقها يعني إذا كانت الزوجة أمة فمعتقها يكون أحق بولاية النكاح إذا لم يكن لها عصبات من النسم ثم الأقرب فالأقرب من عصباته يعني من عصبات المعتق ثم بعد ذلك ثم السلطان السلطان الذي هو الإمام الأعظم فله ولاية عامة وكما قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له أو من يقوم مقام السلطان كالأمير أو القاضي مثلا قال ووكيل كل واحد من هؤلاء طيب إذا كانت المرأة ليس لها ولي هذا يوجد في بعض البلدان غير المسلمة تسلم هذه المرأة وكل أوليائها غير مسلمة ولا ولاية لغير مسلمة على مسلمة فمن الذي يزوجها نعم نعم رئيس المركز الإسلامي في ذلك البلد هو الذي يقوم مقام السلطان فهو الذي يزوجها ووكيل كل واحد من هؤلاء يعني الأولياء يقوم مقامهم أي ولي من هؤلاء الأولياء يقوم وكيله مقامهم لأن الوكالة تصح في النكاح ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب لا يصح نزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب فلو أن امرأة تنزوجها أخوها وأبوها موجود لم يصح العقد لأن الأب أولى بتزويجها من الأخ أستثنى المصنف من ذلك مسائل المسألة الأولى قال إلا أن يكون صبيا يعني إلا أن يكون الولي الأقرب صبيا كامرأة لها صبي صغير عمره مثلا سبع سنوات وتريد أن تتزوج وأبوها متوفى ولها أخ فمن الذي يزوجها نعم أخوها طيب عندها الإبن أقرب من الأخ لكنه صغير فيزوجها الأخ أو زائل العقل لو كان ابنها مثلا زائل العقل مجنون فيزوجها من بعده أو مخالفا لدينها أن يكون الأقرب كافرا مثلا وهي مسلمة يكون أبوها كافرا ولها أخ مسلم فيزوجها أخوها المسلم أو عاضلا لها ما معنى عاضلا؟ عاضلا من العضل والعضل هو الامتناع عن التزويج وقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع فلا تعضلوهن أي أنكحن أزواجهن فالعضل معناه الامتناع عن التزويج فإذا امتنع الولي عن تزويجها من غير سبب معتبر شرعا فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده فلو أن الأب عضل ابنته عن الزواج من غير سبب فلا تبقى هذه المرأة ضحية لهذا الأب المتعنت بل تسقط ولاية الأب وتنتقل لمن بعده من الأولياء وأحيانا قد يكون الأب قد يكون معاندا وقد يكون له مطمع دنيوي كأن تكون مثلا ابنته موظفة ويريد استفادة من راتبها وقد يكون غير سوي من ناحية نفسية فإن بعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار يرى أن اتخاذ القرار بتزويج ابنته أنه شيء كبير يتردد يقدم رجلا وأخ رجلا بعض الناس عنده هذه المشكلة النفسية فلا تكون هذه الفتاة ضحية لهذا الأب إذا لم يكن عند الأبي سبب معتبر شرعا يمتنع معه من تزويجها فإنه تسقط ولايته يسقط حقه في الولاية لأن هذه الولاية مبناها على الأمانة وتحمل المسؤولية إذا كان الأب ليس أمينا وليس كفأا ولا أهلا للمسؤولية فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده لكن إن عضلها جميع الأولية أحيانا الأولية الذين بعد الأب يمتنعون من التزويج لأنهم يخشون من شر الأب أو يخشون من عتبه عليهم مثلا إخوانها أو أبنى عمومتها كل يرفض إما مجاملة للأب أو خوفا منه فهنا تنتقل الولاية للحاكم يعني للقاضي فيزوجها القاضي والمرأة التي يعضلها وليه ينبغي أن ترفع عمرها لمحكمة الشرعية وينبغي أيضا لأقاربها أن يساعدوها في ذلك وكم من فتاة ذهب ضحية لعضل وليه يعضلها وليها ويرد الخطاب حتى تتقدم بهذه الفتاة السن وتصبح عانسا وتعيش بدون زوج يكون هذا الولي قد أساء لهذه الفتاة إساءة عظيمة وجنى عليها جناية كبيرة فعلى الأولي أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم إذا تقدم الخاطب الكف مرضية الدين والخلق فعليه أن يبادر بتزويج هذه الفتاة المهم أن ترضى به وأن لا يكون فيه مطعا شرعي فإذا رضيت به ولم يكن فيه مطعا شرعي فيزوجها هو أمه مؤتما على هذه الفتاة وليست الولاية هنا ولاية تتسلط وإنما ولاية أمانة وبحث عن الكف قال أو كان غائبا غيبة بعيدة لو كان ولي هذه المرأة غائبة أن يكون مثلا مسافرا ولم يمكن التواصل معه أمرأة أبوها غير موجود مسافر سافر لبلد من البلدان وانقطعت أخباره حاولوا التواصل معه لم يجدوا إليه سبيلا لا تذب هذه المرأة ضحية وإنما تنتقل الولاية لمن بعدها تسقط ولاية هذا الأب وتنتقل لمن بعده قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه فلا يزوج الكافر المسلمة ولا يزوج المسلم الكافرة إلا المسلم إذا كان سلطانا فإن السلطان يزوج من تحت ولايته من الكافرات من الذميات ونحوهم أو يعني كان الولي سيد أمه وهذه الأمه كافرة فسيدها هو الذي يزوجها ننتقل للفصل الذي بعده نعم أحسن الله إليكم فصل في الاستئذان في التزويج وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويُستحبُّ استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثُيِّب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرٍ ولا صغيرة ولا تزويج كبيرةٍ إلا بإذنها وإذن الثيِّب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتُها وليس لوليِّ امرأةٍ تزويجها بغير كفئها والعربُ بعضُهم لبعض نكفاء وليس العبدُ كفئًا لحُرَّه ولا الفاجرُ كفئًا لعفيفة ومن أراد أن ينكِح امرأةً هو وليُّها فلهُ أن يتزوَّجها من نفسه بإذنها وإن زوَّج أمته عبده الصغير جاز جاز أن يتولَّى طرفي العقل وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عطقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العطق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عطقها صداقها نعم قال وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم أفادنا المصنَّ بهذا أنه يصح تزويج الصغير لا مانع من هذا شرعًا طفل عمر السنة سنتين أربع سنين هل يصح نزوَّج؟ يصح شرعًا لا مانع وإن كان عمل الناس على خلاف هذا لكن نحن نتكلم من حيث الحكم الشرعي وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه ما زوَّج ابنه وهو صغير وأحياناً قد يحتاج لهذه المسائل لأجل المحرمية أحياناً لأجل المحرمية أن يكون مثلاً هذا الطفل نشأ في أسره وهو يتيم الأبوين فيعقد له مثلاً على فتاة لأجل أن ينشأ مع هذه الأسرة مثلاً أو لغير ذلك من الأسباب وهكذا أيضاً تزويج الصغيرة وهنا يقول المؤلف وبناته الأبكار بغير إذنهم وهذه مسألة محل خلافاً بينها للعلم هل يجوز للأبي أن يزوج بنته البكر بغير إذنها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قول القول الأول أن له ذلك وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله والقول الثاني أنه ليس له ذلك وليس للأبي أن يجبر البكر على الزواج استدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماته قالوا دل هذا الحديث على أن ولي البكر أحق بها لأنه في أول حديث قال الثيب أحق بنفسها فمفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها وإنما وليها أحق والقول الثاني أنه لا يجوز إجبار البكر على الزواج وهذا إليه ذهب جمهور الفقهة واستدلوا بحديث ابن عباس السابق قالوا إنه قد دل الحديث بمنطوقه على أن البكر تستأذن فإنه عليه الصلاة والسلام قال والبكر تستأذن في نفسها وبين أن إذنها يكون بسكوتها فهو يدل دلالة صريحة على أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد استئذانها لكن إنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر لأن البكر يغلبها الحيا والثيب أكثر جرأة فيفرق بينهما في الاستئذان فالثيب لا بد أن تعبر عرضها صراحة وأما البكر فيكفي سكوتها والقول الراجح هو القول الثاني وهو أن الأب ليس له أن يزوج البكر بغير إذنها وأنه لا يجوز له أن يجبر البكر على الزواج وهي لا تريده ومما يدل لذلك أيضا ما ورد عند أصحاب السنن أن امرأة زوجها أبوها وهي كارها فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فدع عليه الصلاة والسلام وليها ثم خيرها بين أن تستمر في الزواج أو أن يفسخ النكاح فماذا اختارت اختارت أن تستمر في الزواج وقالت أردت أن أبين أن للنساء رأيا أو حقا أردت أن أبين أن للنساء حقا نعم فهذا دليل على أنه لا يجوز إجبار المرأة البكر فهذه المرأة خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تستمر في زواجها وبين أن يفسخ العقد فاختارت أن تستمر في الزواج ولكنها قالت يعني بشكواها أردت أن أبين أن للنساء حقا إذن الصواب هو قول جمهور وهو أنه أن البكر لا تجبر وأنه يشترط رضاها المؤلف فرع على قوله بجواز إجبار البكر قال ويستحب استئذان البالغة أي أنها تستأذن إذا كانت بالغة على سبيل الاستحباب والصواب أن ذلك على سبيل الوجوب قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه أما الثيب فهذا بالإجمع لكن الخلاف في البكر وذكرنا أن الراجح أنه أيضا أنها تستأذن وعلى ذلك فلا بد من استئذان المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا وهكذا أيضا بالنسبة للبنين الذكور البنين الذكور إذا كانوا كبارا فلا بد من رضاهم وإذنهم قال وليس لسار الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة أي أن هذا إنما هو خاص بالأب خاصة خاص بالأب تزويج الصغير خاص بالأب فلو كان الولي هو الأخ مثلا فليس له أن يزوج الصغير أو الصغيرة قال ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها يعني غير الأب ليس له أن يزوج الكبيرة سواء كانت حتى لو كانت بكرا حتى لو كانت بكرا على المذهب إلا بإذنها ونحن قلنا قولا راجح أنه لا بد من الإذن في جميع الأحوال قال وإذن الثيب الكلام للحديث السابق لا تنكع الثيب حتى تستأمر والاستأمار هو طلب الأمر وأمرها لا يكون إلا بالنطق والكلام وإذن البكر الصمات بأن تصمت أو تبكي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق المصنف الدليل الأي مؤحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وكان هذا قديما لما كان النساء عندهن حياء شديد وخجل فكانت المرأة البكر إذا كلمها أبوها في الزواج إما أن تسكت أو تبكي من شدة الخجل أما في وقتنا الحاضر فقد استوت الأبكار مع الثيب وأصبحت البكر تعبر عن رأيها صراحة من غير خجل ومن غير حياء فأصبح في وقتنا الحاضر يعني هذه المسألة نعلمها من ناحية النظرية لا يكاد يوجد الآن بكر يكون إذنها صماته وإنما تعبر صراحة عن رأيها وتناقش وليها في الزوج وتتكلم معه وتأخذ وتعطي من غير خجل ومن غير حياء فهذا هو واقع الناس اليوم وأسبابه معلومة للجميع لا تخفى قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها تقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة يسميها الفقهاء الكفاءة في النكاح الكفاءة في النكاح هل الكفاءة في النكاح هل هي شرط لصحة النكاح أو شرط للزومه أو ليست شرطا لا لصحته ولا لزومه ثلاثة أقوان الأهل العلم القول الأول أن الكفاءة في النكاح شرط لصحته فلا بد من التساوي في النسب أو الغنى أو الصناعة ونحو ذلك ولكن هذا القول ليس عليه دليل ظاهر استدلوا بأثر روي عن عمر رضي الله عنه قال لا أمنعنا ذوات الأحساب إلا من الأكفاء وهذا أيضا في سنده مقال وقال بعض أهل العلم إن كفاءة في النكاح شرط للزومه وليست شرط لصحة النكاح ما معنى شرط للزوم النكاح من يجيب عن هذا يعني ما معنى هذا القول أن الكفاءة الشرط للزوم النكاح وليست شرط لصحته نعم أحسنت أن النكاح صحيح لكن لمن لم يرضى من الأولياء أن يطالب فسخه لمن لم يرضى من الأولياء أن يطالب فسخه فإذا كان فيه عدم كفاءة بين الزوجين فلأحد الأولياء أن يطالب فسخه سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو ابن العم يقول أن هذا مثلا هذا الزواج يضر بالعائلة أو الأسرة أو القبيلة مثلا يضر بسمعتهم فله أن يطالب بفسخ النكاح وهذا القول هو المشهور مثلا بالحنابلة أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكنها شرط للزومه والقول الثالث أن الكفاءة ليست شرطا لا لصحة النكاح ولا للزومه لأنه ليس هناك دليل منظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هاشميات وقرشيات ممن دونهن في النسب والحديث الذي معنا الذي ذكرناه بالأمس فاطمة بن تقيس قرشية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام من أسامة بن زيد وهو مولى وكان أسمر البشرة ومولى وهي قرشية وهي يعني كانت بشرتها بيضة وهو بشرته سمرة وكانت قرشية أشراف قريش وهو كان مولا لكنه مولا معتقا وأيضا زيد بن حانثة لما تزوج زينب وهو مولا وهي قرشية وهذا هو القول الراجح أن الكفاءة ليست شرط لا لصحة النكاح ولا للزومه ونحن قد اشترطنا أصلا من شروط صحة النكاح رضا الزوجين فلا بد أن تكون الزوجة راضية والزوج راضي فإذا كان الزوجان راضيا والولي راضي فلا دخلا لبقية الأولية يعني أن يأتي ابن عم بعيد ويعترض على هذا الزواج وربما كان هذا الاعتراض بعد مدة وربما رزق بأولاد فيتسبب بهذا الاعتراض في فسخ هذا النكاح وهدم كيان أسرة مسلمة هذا بعيد عن الأصول والقواعد الشرعية المهم هو أن ترضى الزوجة ووليها إذا رضيت الزوجة ووليها هذا يكفي أما بقية الأولى لا يشترط رضاهم لكن مع ذلك ينبغي للزوجين مراعاة التقارب بينهما التقارب بينهما في كل شيء التقارب بينهما في يعني من جهة مثلا الصناعة من جهة النسب من جهة جميع الأمور لأن عدم التقارب مظنة لفشل هذا النكاح مظنة لفشل هذا النكاح خاصة إذا كان الأبوان يعترضان عليه إذا كان الوالدان أو أحدهم يعترض عليه ينبغي للأب أو ينبغي للإبن أو للبنت أن لا يصر على هذا النكاح لأن إصراره سيتسبب في عقوق وسيتسبب في قطيعة وهو الآن سيدخل على شركة حياة ويكون لها أولاد وارتباطه لن يكون بهذه المرأة فقط سيرتبط بهذه المرأة وبأسرتها وسيكون ستكون هذه الأسرة أخواناً لأولاده فينبغي إذا أن يكون هناك تقارب لكن هذا ليس شرطاً ليس شرطاً لصحة النكاح ولا للزومه على القول الراجح قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء وهذا نحن ذكرنا أن الراجح عدم اشتراض الكفاءة فلو تزوج عربي أعجمية أو العكس فيصح وليس العبد كفاء لحرة وهذا صحيح لأن الرقة نقص بل حتى الحر ليس له أن يتزوج الأمة زواجاً ليس تسرياً زواجاً إلا بشرطين ذكرهم الله تعالى في سورة النساء من يذكر لنا الآية التي فيها الشرطان شرط زواج الحر بالأمة زواج ليس تسرياً نعم ما الدليل أقصد دليل الدليل في سورة النساء نعم أحسنت ومن لم يستطع منكم طولاً يعني أن يستطع المهر أن ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ومنات يعني من الإيمان ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة يعني الزينة منكم الحر لا يزوج لا يتزوج الأمة إلا بهذين الشرطين أن لا يستطيع مهر الحرة ومن لم يستطع منكم طولاً والثاني أن يخشى على نفسه الزينة يعني العنة يعني الزينة شيء الكلام إن شاء الله عن هذه المسألة فالعبد إذا ليس كفأ للحرة ولا الحرة كفأ للعبد ولا الفاجر كفأ للعفيفة فإذا كان هذا الزوج أو الخاطب فاجراً ليس كفأ لامرأة عفيفة لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك والزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك إلا إذا تاب إلى الله أما إنسان لم يتوب إلى الله ويقع في الزنا وفي شرب الخمر ثم يتقدم لخطبة امرأة عفيفة شريفة صالحة نقول ليس كفأ لها وينبغي أن لا يزوج إلا إذا تاب إلى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه قال ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فلا هو أن يتزوجها من نفسه صورة المسألة هذه امرأة مثلاً وليها هذا الرجل هو ابن عمها وهو وليها ويريد أن يتزوجها أيضاً هو الولي ويريد أن يتزوجها لا بأس وحينئذ يتولى طرفي العقد فيقول تزوجتك يا فلانا لأنه لا يقول نفسه زوجت نفسي يقول تزوجتك يا فلانا وقد جاء هذا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن أم حكيم بن تقارض قالت لعبد الرحمن إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت فقال عبد الرحمن تجعلين ذلك إلي وكان هو وليها قالت نعم قال قد تزوجتك كانت تريد من هو أن يزوجها غيره فهو أراد أن يتزوجها وقد رضيت بذلك فإذن إذا كان الولي هو الزوج لا بأس وحينئذ يتولى طرفي العقد يقول لهذه المرأة قد تزوجتك وين عقد النكاح بذلك أيضا من صور تولي طرفي العقد ما أشار إليه المؤلف بقوله وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد هذا رجل عنده أمة وعنده عبد صغير فيريد أن يزوج هذا العبد الصغير الأمة وهو ولي العبد وولي الأمة فيتولى طرفي العقد ويصح ذلك قال وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقد صفية وجعل عتق صداقة إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين فأكثر فيثبت العتق فتكون هذه المرة حرة وينعقد النكاح تلقائيا ينعقد النكاح تلقائيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الصفية والصفية منت حيي بن أخطب كان أبوها من سادات اليهود حيي بن أخطب وقد قتل قتل أبوها وقتل أخوها وهي امرأة من أشراف اليهود فأصبحت أمة وأصيبت بمصيبة فقدت زوجها وأخاها وأباها وبدل ما كانت ملكة بنت ملوك أصبحت رقيقة وكانت من أجمل النساء فلما أصبحت رقيقة كانت في نصيب دحية الكلبي فلما رأى الصحابة بحروا بشدة جمالها قالوا أنه ينبغي أن لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يثيرون النبي عليه الصلاة والسلام بكل شيء يحبونه محبة عظيمة أكثر محبة من أنفسهم فقال دحية إذن تنازل عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازل عنها فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها جعل عتقها صداقها وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لأنه أراد أن يجبر خاطرها وقد رأت رؤية قبل ذلك رأت كأن القمر أتى ووقع في حجرها وأخبرت زوجها بذلك فلطمها وقال لعلك تطمحين لملك العرب يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أول الرؤية مباشرة عرف تأويله قال لعلك تريدين هذا الرجل ملك العرب ولطمها من شدة الغيظ وسبحان الله تحققت الرؤية كما أولها زوجها فالذي تزوجه هو النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت إحدى أمهات المؤمن صفية من تحيي رضي الله تعالى عنها وأرضاه أحسن الله إليكم فصل في تزويج العبيد والإيماء وللسيد تزويج إيمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن مما يجوز له نكاح الإماء فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق نعم هذا الفصل في أحكام تزويج الرقيق والرق الآن قد انقرض الرق يعرفه العلماء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى وقد انقرض الرق اليوم وأصبح ممنوعا ومجرما رسميا في جميع دول العالم في جميع دول العالم ويعني منظمات الحقوقية تلاحق الآن من يتعامل بالرق ويعتبرون هذا أنه منافي لحقوق الإنسان ويجرم من يفعل ذلك فانقرض الرق أصبح الرق غير موجود فهذه المساء نحن نقرأها الآن من الناحية النظرية ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي فقط بتوضيح عبارة المؤلف قال وللسيد تزويد إيمائه كلهن لأن السيد هو وليهن فهو الذي يزوجهن وعبيده الصغار بغير إذنهم كذلك أيضا وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها يعني لو كان مثلا لابنته أمة فهو الذي يزوجها بإذن سيدته يعني بإذن ابنته مثلا ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح العبد الكبير مكلف فلا يجبر إنما هو الذي لا بد من إذنه وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر لا بد من إذن السيد فإذا تزوج العبد بغير إذن السيد فإنه لا يجوز وهو عاهر لحديثي لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فإن دخل العبد بها فمهرها في رقبته لا بد أن يعطيها مهرا وإن لم يكون هناك مهر فيكون في رقبته كجناية كما لو جن جناية إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمة أو المهر يعني إذا عوضه السيد بالمهر وإلا يكون في رقبته ومن نكح أمة على أنها حرة هذا رجل تزوج مرأة وقد غر وخدع يظنها حرة ثم علم علم بأنها أمة فله فسخ النكاح له أن يفسخ النكاح لأنه قد غر بذلك ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول به إن كان فسخ قبل الدخول لا مهر عليه وإن أصابها يعني وطئها فلها مهرها يستقر المهر بالوطن لكن على من يكون المهر قال وإن أولدها طبعا المهر يكون عليه هو وهو يرجع على من غره وإن أولدها إن حملت وولدت فولده حر وهي أمة لكونه قد غرر به واتزوج على أنها حرة ويفديه بقيمته يعجب على هذا الزوج الحر أن يفدي هذا المولود بقيمته لسيد هذه الأمة ويرجع هذا الزوج بما غرم من المهر وقيمة الأولاد على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمة نحن ذكرنا أن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشرطين أن لا يستطيع طولا وأن يخشى العنت وهو الزنا فيفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإمة فإن كان ممن يجوز له ذلك أن تحقق فيه الشرطان فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لأنه يتبع أمه في ذلك نعم حسن الله إليكم باب المحرمات في النكاح وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتهم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات ومن وط أمرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها فصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالاتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نقف عند الجمع طيب هنا قال المؤلف المحرمات في النكاح يعني التي لا يجوز للرجل أن يتزوجهن وتنقسم المحرمات في النكاح إلى قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد يعني محرمات تحريما مؤبدا أو محرمات تحريما مؤقتا المؤقت مثلا يجمع بين الأختين هذا مؤقت لو ماتتعد الأختين وطلقها جاز له ويتزوج بأختها المحرمات إلى الأبد قال المؤلف وهن سبع الأمهات وإن علونا يعني الجدات من قبل الأم والجدات من قبل الأب وإن علونا فهن محرمات لقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم والبنات لقول الله تعالى وبناتكم فالبنات وبنات البنات وبنات أبنائه وإن نزلنا محرمات والأخوات سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم وبناتوا الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم وبناتوا الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم والخالات سواء كنا خالات شقيقات أو خالات لأب أو خالات لأم وهذه كلها وردت في الآية السابقة ومجمع عليها وأمهات النساء فيحرم على الرجل يتزوج بأم زوجته هذا بالإجماع وحلائل الآباء حلائل يعني زوجات زوجات الآباء يحرم على الرجل يتزوج زوجة أبيه وزوجة جده من قبل أبيه أو من قبل أمه وزوجات الأبناء أيضاً يحرم على الرجل يتزوج زوجة ابنه أو ابن ابنه وإن نزل بل حتى يحرم عليه يتزوج زوجة ابن بنته والربائب المدخول بأمهاتهن الربيبة هي بنت الزوجة هذه إن دخل بأمها يعني وطيها الأم حرمت عليه أما إذا لم يطأ الأم لا تحرم عليه لو عقد على الأم ثم طلقها لا تحرم عليه لقول الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم فإذن الربيبة إنما تحرم إذا دخل بأمها إذا وطي أمها أما إذا عقد ولم يدخل بأمها فلا تحرم عليه قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا قد ورد في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ذكر الله تعالى ذلك في قول وأمهاتكم التي أرضى عنكم وأخواتكم من الرضاعة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع تثبت به أربعة أحكام الحكم الأول تحريم النكاح فلا يجوز الرجل أن يتزوج بمرضعته ولا لابنة مرضعته ولا لعمة مرضعته تحريم النكاح الثاني المحرمية يكون محرما لها يكون محرما لأمه من الرضاع محرما لأخته من الرضاع محرما لأخالته من الرضاع الثالث إباحة النظر يجوز أن ينظر إليها لا تتغطى عنه لا تتحجب عنه الرابع الخلوة يجوز أن يخلو بها وأن يسافر بها يكون محرما لها في السفر فهذه أربعة أحكام يثبت بها الرضاع أعيدها مرة أخرى تحريم النكاح والمحرمية وإباحة النظر والخلوة أضبطوها تحريم النكاح والمحرمية وإباحة النظر والخلوة ولا يثبت بالرضاع وجوب النفقة لا يجب على المرتضع أن ينفق على مرضعته أو على أختي من الرضاع ولا الولاية لا يثبت بها الولاية وهل يجب على المرتضع أن يصل أمه وأخته من الرضاع نعم لا يجب لا يجب لكن المرؤة تقتضي ذلك المرؤة تقتضي ذلك والتحريم إنما يكون للرضيع ولفروعه ينتشر الرضاع للرضيع ولفروعه دون أنصوله وحواشيه هذا ضابط أو قاعدة أن التحريم يكون للرضيع وينتشر لفروعه دون أنصوله وحواشيه فالرضيع ابن الرضيع أيضا تكون هذه جدته من الرضاع لكن أبو أبو هذا المرتضع هل يجوز أن يتزوج بهذه المرضعة نعم يجوز أخو هذا المرتضع هل يجوز يتزوج بهذه المرضعة نعم يجوز فالحكم إذا خاص بهذا المرتضع وبفروعه ولا يشمل وصوله ولا حواشيه إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله قال وبنات المحرمات محرمات يعني بنات من سبق محرمات فالأمهات تحرم بناتهن لأنهن أخوات أو عمات أو خالات والأخوات تحرم بناتهن بنات الأخت فكل من سبق تحرم بناتهن إلا إلا بنات العمات والخالات فلا تحرم يجوز الرجل يتزوج بنت عمتي أو بنت خالتي وأيضا بنات أمهات النساء بنت أم الزوجة لأنها زوجة بنت أم الزوجة زوجة وبنات حلائي للآباء والأبناء فإنهن حلال بنات حلائي للآباء يعني بنت زوجة الأب زوجة الأب هذه هذا رجل زوج امرأة وهذه المرأة لها بنت من زوج آخر هل يجوز لابنه أن يتزوج ببنت زوجته يجوز هذا معنى قوله حلائي للآباء والأبناء لقول الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك وأمهاتهن يعني جميع ما سبق أمهاتهن محرمات إلا البنات وأمهاته الربائب لأنهن زوجاته وأيضا أمهات حلائي للآباء والأبناء لأنهن أجنبيات عنهن فيجوز له يتزوج بهن لعموم قول الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك نعم أحسن الله إليكم فاصل في التحريم بالجمع ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع الأثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانت أما وبنتا لم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ومن طلق مرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا نعم قال يحرم الجمع بين الأختين وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين فالمنه عنه هو الجمع لكن لو تزوج مرأة ثم توفيت هل يجوز لو يتزوج بأختها؟ يجوز طيب لو تزوج مرأة ثم طلقها وخرجت من العدة هل يجوز لو يتزوج بأختها؟ يجوز قال وبين المرأة وعمتها وخالتها لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها متفق عليه ما الحكمة من النهي عن الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ نعم أحسنت لأن ذلك ما ظنه قطيعة الرحم لأن الغالب أن المرأة يكون بينها وبين ضرتها يكون بينها شحنة وخصومة ومنافسة فهذا ما ظنه قطيعة الرحم فلذلك نوهي عن الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا بالإجمع ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا أيضا مجمع عليه لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع ولا للعبد أن يجمع إلا ثنتين القاعدة أن العبد على النصف من الحر ولذلك لما ذكر الله تعالى عقوبة الزنا قال بالنسبة للإماء فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب فدائما العبد والأماء على النصف من الحر فعليهن يعني على الإماء نصف ما على الحرائر ما على المحصنات يعني الحرائر من عذاب يعني من عقوبة فالعبد إذن لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أثنتين فإن جمع بين من لا يجوز له الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد يعني إن كان الجمع في عقد واحد جمع مثلا بين أختين قال زوجتك ابنتي فلانة وفلانة في عقد واحد فيفسد العقد وإن كان في عقدي لم يصح الثاني لو زوج ابنته ثم زوجه أختها فزواج الثاني لم يصح زواج الثاني لا يصح ولو أسلم كافر وتحت أختان اختار منهما واحدة يختار واحدة منهما لما ورد أن فيروز الديلمي لما أسلم وتحت أختان أمر أن يطلق إحداهما وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها لأن البنت لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها وإن كان قد دخل بالأم فسد نكاحهما جميعا وحرمت على التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة هذا كان موجودا في الجاهلية وموجود أيضا في بعض البلاد في بعض البلدان في أفريقا وغيرها أنه قد يعني يكون الرجل عنده أكثر من أربع نساء ثم يسلم فما الحكم أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن يقال اختر أربعا منهن وطلق وفارق الباقي البقية سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها وآخرهن يعني لا يلزم أن التي يمسكهن أول من عقد عليهم نقول اختر عنده عشر نسوة اختر من هؤلاء العشر اختر أربعا وفارق سائرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلانة لما أسلم وكان تحته عشر نسوة أن يمسك أربعا وأن يفارق سائرهن وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين أيضا يقال له ما يقال للحر ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح يعني هذا رجل عنده أربع نساء وطلق واحدة طلقها اليوم وغدا تزوج امرأة أخرى هل يصح؟ لا وإنما يجب عليه أن ينتظر حتى تخرج هذه المطلقة الرابعة من العدة وهذا يلغز به يقال متى يعتد الرجل؟ متى يعتد الرجل؟ الأصل عدة على مرأة لكن يلغز به هذا الغاز الفقهية متى يعتد الرجل؟ يعتد لو كان عنده أربع نساء وطلق واحدة هنا ليس له أن يتزوج حتى تخرج هذه الرابعة من العدة أو أيضا كان عنده تزوج امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها فطلق يعني واحدة منهما ليس له أن يتزوج حتى تخرج من الأولى من العدة إذا كانت ممن يحرموا الجمع بينها وبينها ولم تخرج من عدتها بعد يعني طلق هذه المرأة ويريد أن ينكح أختها نقول انتظر حتى تخرج من العدة المطلقة أو طلق ويريد أن ينكح عامتها أو خالت نقول انتظر حتى تخرج من العدة قال سواء كان الطلاق رجعيا وهذا مجمع عليه أو بائنا على القول الراجح حسن الله عليكم فصل في التحريم في الملك ويجوز أن يملك أختين وله وحدهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمت الأمة وخالتها في هذا كأختها فصل في موانع نكاح الإماء وليس للمسلم وإن كان عبد النكاح أمة كافرة ولا الحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين نعم هذين الفصل عقدهم المؤلف للكلام عن نكاح الإماء كما قلنا إن الرقة الآن انقرض فنحن نقرأها من النواحي النظرية ولذلك لن نطيل فيها سنكتفي بتوضيع عبارة المؤلف فقط ويجوز أن يملك أختين يعني بالشراء يشتري أختين مثلا أو بالإرث أو بالهبة لأن الملك يراد للاستمتاع ولغيره وله وطء إحداهما بالتسري فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل إذا وطئ واحدة من هتين الأمتين تحرم عليه أختها إلا أن تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل لعموم قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سله فإذا وطئ الثانية بعدما حرمت عليه الأولى التي كان قد وطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له الأولى التي رجعت إلى ملكه حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها لعموم النهي عن الجمع بين مرأة وعمة وعن المرأة وخالتها وليس للمسلم وإن كان عبد النكاح وأمة كافرة المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة الكافرة حتى وإن كان عبدا حتى وإن كان عبدا ولا الحر أن يكاح أمة مسلم وهذا بنص الآية نعم إلا أن لا يجد طول الحرة ولا ثمن الأمة ويخاف العنك وهذا بنص الآية وهي قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة أن ينكح المحصنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم يعني من الإماء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن يعني أسيادهن وآتهن أجورهن يعني المهور بالمعروف محصنات غير المسافحات يعني عفيفات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفعجة فعليهن نصف معالمحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة يعني الزنا منكم وأن تصبروا خير لكم فاشترط الله تعالى لزواج الحر بالأمة الشرطين الشرط الأول أن لا يجد طولا يعني مهر الحرة والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الزنا ذلك لمن خشي العنة منكم ومع ذلك حتى لو تحقق في هذا الشرطان الأحسن أنه لا يتزوج أمة ولهذا قالوا أن تصبروا خير لكم قال وله نكاح أربع يعني أربع إمى إذا كان الشرطان فيه قائمين فإذا حل له نكاح أمة لتوافر الشرطين فتزوجها فلم تعفه ولم يجد طولة الحرة ولم يستطع شراء الأمة جاز له نكاح أمة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن ينكح أربعا لدخول ذلك في عموم الآية ونكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر